بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم ان شاء الله خلال المحاضرة دي عن حل الاختبار النصفي من خلال عينة من الاجابات لأحد زملائكم زي ما انتوا شايفين كده طيب المسألة دي بيقول لي طبعا احنا شفنا نفس المسألة دي في المحاضرات بس كانت يعني كانت اصعب من دي في الحل المفروض فهنا بيقول لي حمزة يبادئ التكنيشن الاول او حمزة سوربسز كام 40 في المية او زي بريك داونز ميك ان انكمبليت ريبير 7 تايمز ان 29 فهنا قدر اطلع بمعلومتين اول حاجة ان البي وان بيساوي 40 من مية والانكمبليت ريبير هي سبعة زي ما احنا شايفين كده سبعة على 29 فممكن اكتبة كده سبعة على 29 او اكتبها على هيئة كسر بس الافضل سيبها زي ما هي كده علشان ما بيبقاش في تقريب المهم التكنيشن التاني يوسف سوربسز كام 60 يبقى يوسف 60 والانكمبليت ريبير 5 اي 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 انتويني يعني البي توها تساوي 60 من مية والانكمبليت خمسة على كام خمسة على عشرين طيب هنا بيسألني فور ذي نيكست بروبلم بسبب 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 حصل من واحد من الاتنين. انه كان انكومبليت. ماهي قيمة؟ احنا اتفقنا بالقيمة يعني لازم القيمة بتاعتها تطلع بين الزيرو والون. هذا قيمة قيمة بسبب حمزة. يبقى هو عايز البربابيليتي طبعا القانون وحن حلنا بهم ما فيش طبعا لازمة ان احنا نعيده تاني. المهم ان احنا هنعوض بالقيم اللي عندنا دي على طول. هي مجرد فوق هتضرب الاربابع من 10 في 7 على 29 وتحت هتضرب اربابع من 10 في 7 على 29 وتجمع عليها الستة من عشرة اللي هي البي 2 في الانكمبليت complete due to البيتو اللي هي الخمسة وعشرين من مية او الخمسة على العشرين هيطلع الرقم ده اللي هو point 3916 طبعا زي ملكو هنا كتب الرقم وهو بالزبط طلع الرقم زي correct answer وكمان ال correct answer لسه فيه ايه في tolerance يعني ممكن لو زود اتنين من الف او قلل حتى اتنين من الف تحتسب برضو الاجابة صحيحة فطبعا زي ما انتم شايفين كده الاجابة عبارة عن ايه يعني قانون واحد بس واسهل من المسألة المحلولة عندكم طيب نروح للمسألة التانية المسألة التانية هنا بيقول لي if the probability that a communication system will have high fidelity دي طبعا شفناه قبل كده ال high fidelity يعني معناها ادي ال probability of هنسميها مثلا اف طب خلينا نشوف زي زي يزميلكم مع عمل علشان نكمل من خلال نفس الورقة يبقى هنا ال probability of high fidelity طبعا سميها ايه سميها بيه سميها اف زي ما تسميها يبقى ال probability of high fidelity بكام point 76 يبقى دي كده اول ملحوظة هو اخدها من المسألة and the probability that it will have high fidelity and high sensitivity يعني الاتنين مع بعض ممكن لو سمينا دي اين سمي دي بي او حتى اي اسم يعني يبقى هنا بيقول لي and فهمنا يبقى ال probability of high fidelity and اتفقنا على انها intersection and high selectivity هنا بكام 0.1 يبقى دي كده 0.1 طيب هو عايز ايه بقى what is the probability that a system with high fidelity will also have high selectivity يعني هو عايز probability هنا زميلكو سمى high fidelity سماها a والhigh selectivity سماها b فهو عايز probability of b given a فدي طبعا القانون بتاعها معروفة الانترسيكشن على probability of a اللي هي البيز اللي عندي دي فهيقسم مجرد بس هيقسم الركم ده على الركم ده طبعا في ناس قسمت الركم الكبير على الركم الصغير وجابت probability اكبر من واحد طبعا دي ياخد صفر على طول المهم هنا دي هتبقى ال point one على ال point seven six هتقسم الركمين على بعض يطلع لك الركم ده point one three one six ادي كتابه one three one six طلعت زي دي بالزبط وزي ما اتفقنا كمان هنا في طولرنس فبالتالي الاجابة دي صح ومجرد ركمين بس يتقسموا على بعض زي ما انتم شايفين طيب نشوف المسألة اللي بعدها بيقول لي at check out counter customers arrive at an average rate of one point twenty five per minute يبقى هنا كان مديني ان الانترفل بيكان ب one minute ومديني ان ال average اللي احنا اتفقنا هنسميها alpha هتساوي one point twenty five جبقى هنا هو طلع بالملحوظة دي ان الالفا بيساوي one point twenty five طيب هنا بيسألني يقول لي find the probability that more than thirteen more than thirteen يعني ايه يعني اكبر من thirteen يعني هو عايز ال probability ان ال x تكون اكبر من طبعا ما فيش هنا يساوي ما قال ليش more than or equal more than thirteen بقى ده كده المطلوب arrive during an interval of four minutes ايه يبقى هنا التي بكام التي هنا بfour فلما جي حل قال ال alpha واحد وربعة والتي باربعة ضرب اللي اتنين في بعض جاب قيمة اللمضة يبقى اللمضة هنا بكام بخمسة طيب هو عايز probability of x اكبر من احنا اتفقنا ان فيه عندي جداول بتجيب لي اصغر من او يساوي فيبقى لما يكون عايز probability ان ال x تكون اكبر من 13 فدي معناها انها تساوي واحد ناقص probability of x اصغر من طبعا الي يساوي مش موجودة هنا فهتبقى موجودة هنا يبقى اصغر من او يساوي كام 13 يبقى هيدخل الجداول ويجيب القيمة دي اللي هي probability of x اصغر من او يساوي 13 عند اللمضة بتساوي 5 طبعا انتو عندوكم الجداول هندخل كده على الجداول بالشكل ده هنروح عندي لمضة ب5 ادي الجداول اهي ادي لمضة ب5 ننزل لغاية 13 هتلي يطلع point 9993 ماشي كده فطبعا احنا اتفقنا انك بنشتغل على 3 ارقام عشرية او حتى لو اشتغلت على 4 ارقام عشرية هيطلع لك ان البروبابيليت اللي احنا عايزينها 1 ناقص point 999 فهتطلع 0.001 طيب طبعا المسألة دي زي ما انتو شايفين كده هي من النوع multiple choice فال multiple choice انت بتختار الاجابة اللي انت طلعتها او اقرب اجابة لها فهو لان اقرب اجابة لها دي طبعا كانت هي الاجابة الصحيحة يعني سواء الرابط او لا هتلاقي برضو هاي الاجابة الصحية طيب كده ده السؤال التالت السؤال الرابع طبعا السؤال الرابع ده سهل جدا وشوفتوه كتير السؤال الرابع بيقول ايه بيقول كلمة بيرسنتج هنا معناها انك هتكتبها كنسبة مقوية احنا اتفقنا probability تبقى من 0 1 انما percent من 0 100 في المية طيب هنا طالب coefficient of variation percentage of the following samples readings طبعا هنا حددنا انها sample علشان كده لما هتحسب الاس مش السجما وهتستخدم طبعا القانون اللي هو هتقسم على n minus 1 وهنا مديني مجموعة من القيم 1 2 3 4 5 6 7 8 قيم موضوع بسيط خالص ان اول حاجة هتحسب x bar ادي قانون x bar sigma x على n هتجمع الارقام اللي عندك وتقسمها على 8 طلعت اول حاجة اللي هي قيمة x bar طيب احنا coefficient of variation احنا عارفين القانون بتاعه انه بيساوي standard division على المين فكده احنا حسبنا المين بقيل standard division وبما انه قال sample فهستخدم هنا ايه قانون sample يبقى مجرد x bar اللي انا جبتها دي هترحى من كل قيمة يبقى كتبت القيم اللي عندي اللي هي x اللي هي 17 20 اللي هي نفس القيم اللي جيفن هنا طبعا عملية الترتيب هنا مش مهم يعني بس هو رتب مش مشكلة المهم الارقام اللي عندي اللي هم التمن اركام دول كل رقم هترح هتجيب الرقم ده تقسمه على n minus 1 واتفقنا ان ال n هنا ب8 يبقى n minus 1 8 ناقص 1 صح كده قدرنا نطلع ال s مجرد هتقسم ال s على x bar هيتطلع لك الرقم ده هنا طلع عنده 66.5% هنا كتبها 66 66.5 والحل الصح طبعا ايه برضو 66.5 او 66 داخل الرنج فالحل بتاعه يعتبر صحيح ناخد المسألة الخامسة والاخيرة بيقول the manufacturer of external hard drives claims that only 20% of his drives require repairs within the warranty period of 12 months يعني هو ادعى ان في 20% بيطلع فيهم عيوب فدي تعتبر ايه نسميها P و الفترة اللي بيحصل فيها العيوب ده هي ال 12 month طيب بيقول if you took a sample of 20 يبقى هاخد هنا sample مكونة من ايه من 20 طبعا دي اللي احنا اتفقنا بنسميها small n يبقى small n هنا بكام بعشرين زي ما زميلكو قال كده هنا طيب بيقول what is the probability that at least 6 يبقى هو عايز probability of x ال x بقى بتسوي كام لما يقول at least 6 at least 6 يعني على الاقل 6 يعني معناها انها 6 و 7 وهكذا لغاية الاخر فيبقى ال 6 من ضمن القيم المطلوبة يبقى هنا عايز probability of x اكبر من او يساوي طبعا حطيت يساوي لان ال 6 معاهم اكبر من او يساوي ال 6 يبقى دي كده probability المطلوبة طبعا at least 6 of his drives will require repair within the first year طبعا ال first year هي ال 12 شهر اللي هي نفسها الperiod اللي هو قال عليه اللي هي 12 months طيب يبقى الحل ببساطة ان عندي ال N بتساوي 20 وعندي ال X اكبر من او يساوي 6 وعندي ال P بتساوي 20 في المية طبعا المسألة دي واضح جدا طبعا احنا حلنا زيها برضو في المحاضرات وواضح جدا انها binomial يعني ال data اللي فيها تبين انها binomial لو كانت مثلا hyper geometric كان هيديني population size هنا مدينيش population size فهنا طيب فبالتالي انا عايز احسب خليني نكتب هنا عايز احسب probability ان ال x تكون اكبر من او يساوي 6 طبعا اتفقنا ان الجداول طبعا دي افضل طريقة لها الجداول لان هحسب قيم كتير الجداول بتجيب اصغر من او يساوي فبالتالي دي هتبقى بتساوي 1 ناقص probability of x ناخد بالنا من هنا اصغر من الجداول بتجيب لي اصغر من او يساوي فهل هكتب هنا 6 ولا 5 طبعا ال6 موجودة في المجموعة دي ماينفعش كمان تبقى موجودة في المجموعة دي فبالتالي هنا هيبقى كام هنا هيبقى 5 خلاص يبقى المجموعة اللي هي المطلوبة من اول 6 واكتر طيب هتبقى بتساوي 1 ناقص المجموعة اللي هي اصغر منها اصغر منها يعني معناها تبدأ الجدول عند وحسب البيونوميال عند x بتساوي كام 5 طبعا هيدخل الجدول لقى قيمة probability of x اصغر منها او 5 طلعت بالرقم ده واحد ناقص الرقم ده طلع لكام 0.1958 جي هنا في الحل كتب الرقم ده طبعا هو نفس الرقم ده هو نفس الرقم ده فبالتالي الاجابة بتاعته صح وخد الدرجة كاملة طبعا زي ما اتفقنا ان احنا في الامتحان بند رنج فالرنج يعني معناها انه هو لو كتب اي قيمة بين القيمتين دول هيتحسب الحل بتاعه صح وبكده نكون خلصنا حل الاختبار النصفي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته